ضعف في الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع لها في سوريا ورغبة بعدم التصعيد مع إيران تثير انتقادات لاذعة لسياسة بايدن المضطربة في المنطقة انتقادات انعكست على شكل دعوات لإعادة تقييم تلك السياسة لحفظ مصالح واشنطن في المنطقة وفق مجلة ناشونال انترست الأمريكية رواية أمريكية أخرى تحدث بها منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أبدى فيها تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات رد ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا وأنه في حال رأى الرئيس جو بايدن ضرورة لحماية الجيش والقواعد الأمريكية من خلال هجمات عسكرية فسيئة مذعب كيربي وعلى صعيد آخر أعلن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها العسكري في سوريا حيث يقوم قرابة ألف جندي بمهمة القضاء على تنظيم الدولة وفق ما جاء في رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من المطقة الحديث عن الانسحاب الأمريكي جاء عقب تبدلات طرأت على قائمة أولويات واشنطن في الشرق الأوسط لصالح نقل مقاتلات إلى المحيط الهادئ لمواجهة الصين وروسيا وفق صحيفة وولستريت جورنال يبدو الانسحاب الأمريكي ممكن إذن لكن ما يبدو هو استغلال إيران لواقع جديد ينسجه واقع عالمي متغير وسياسات عربية جديدة تجاه سوريا تريد إيران ربما أن تكون فيها بموقف أقوى من ذي قبل